اليوم الذي نفذت فيه خدعة قرية بتير حسن إبراهيم حربوق 89 عاما في ربيع عام 1949 وخلال مفاوضات الهدنة العسكرية الشاقة كان حسن مصطفى والذي هو من أفراد العائلة يعمل مع الصليب الأحمر مما يعني أنه كان يذهب إلى عمان والقدس حيثما كانت تعقد هذه الاجتماعات وكان يلتقي مع الكثيرين من الأشخاص حيث أيقن أن المفاوضات بين الأردنيين واليهود سوف تنتهي بتنازلات كبيرة مما سيكون لها عواقب كارثية على قرية بتير لقد كان تخوفه أن يكون في محله عندما تم توقيع الهدنة في جزيرة رودوس عام 1949 في شهر نيسان فقد تقرر أن قرية بتير كما حدث في خط الحديد يجب أن تصبح ضمن أراضي خط التقسيم الذي يفصل بين اليهود والفلسطينيين وبناء على ذلك فإن قرية بتير يجب إخلاءها ليتم تسليمها إلى إسرائيل حسن مصطفى لم يكن يؤمن بالصدفة وكان يعلم بأنه إذا أراد أن يعيش على الشخص أن لا ينتظر ولكن عليه أن يفعل شيئا وبالفعل اتصل مع بعض كبار البسؤوليين الأردنيين الذين كانوا يشاركون في المفاوضات واستطاع إقناعهم بعدم التخلي عن قرية بتير فقام هو ومجموعة مكونة من 23 رجل من القرية بمن فيهم أنا ومجموعة من جيش الإنقاذ العربي الذين كانوا غير راضين عن نتائج المفاوضات بتنظيم خدعة كما لو كانت في بسرحية تكمن الخدعة بالتالي وكأن القرية ما زالت مسكونة وأن سكانها جاهزين للدفاع عنها ولكن في الواقع فإن القرية كانت فارغة فقد قام أؤلاء الرجال بإشعال الأضواء في كل منزل في القرية وأيضا علقوا الغسيل وتكلموا بصوات عالية وأشعلوا المذياع وقاموا برعاية الحيوانات وأشعلوا الشموع في الليل هذا ما أدى إلى تردد الجيش الإسرائيلي في الاستلاء على القرية لقد أدت الخدعة إلى تغيير سيكولوجية المعركة وإلى إمكانية الفوز دون إراقة الدماء وجعلت حسن مصطفى رمزاً للمقاومة المسالمة وهكذا وبعد أسبوعين من توقيع الهدنة في 18 نيسان 1949 وعقد اجتماع استثنائي لتقرير مستقبل قرى المنطقة بيتكسا قطاني باتير يبقون قرى فلسطينية بينما الوالجة الجرة وعين كارم وخط سكة الحديد تسلم لليهود وهكذا تم إنقاذ قرية باتير بواسطة هذه الخدعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر